السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد سنة 1994 بول جروبر قضى أجازة كريسماس مع عائلته وبنته لكن بعد ما روح بيته ما كانش بيرد على التليفون والشيء العجيب أنه كان سايب رسالة صوتية على تليفونه هي اللي خلت بنته تشك أن في حاجة حصلت لولدها وعشان نعرف اللي حصل بالتفصيل خلينا نبدأ في قضية النهاردة قصتنا من ساند بوينت ايدوهو مدينة من أجمل المدن في الولايات المتحدة الأمريكية مدينة صغيرة مليانة بالخضرة والجبال والناس فيها ودودة جدا وأمان أنك تعيش فيها مع أسرتك وفي سنة 1994 بول جروبر كان لسه نائل جديد للمدينة وكان متحمس جدا أنه يستكشف المدينة السحرة دي لكن حصلت حاجة محدش توقعها أبدا شيلي بنته حاول تكلمه أكتر من مرة على تليفون البيت وكل مرة ما كانش بيرد عليها والمكالمة كانت بتروح على البريد الصوتي بس كل ده ممكن يكون عادي ممكن يكون مثلا مجغول ولا حاجة لكن اللي ما كانش عادي أن رسالة البريد الصوتي المسجلة اللي بيقول فيها أنا بقول لو سمحت أترك رسالتك وأرجع أكلمك الرسالة دي بنته شيلي كانت متأكدة أن الصوت ده مش صوت باباها فبنته كانت مستغربة جدا وقلقت عليه واللي زود قلقها أن واحدة من الرسائل الصوتية اللي هي سابتها على تليفونه كانت بتقوله فيها أن هو ما كلمهاش بقاله فترة وأن عيد ميلاد أولادها قرب هو إيه الحكاية لو سمحت تكلمني فبعد المكالمة دي بنته استلمت كارت معايدة منه لما فتحت الكارت وقارت اللي فيه أدركت على طول أن ده مش خط باباها ولا دي طريقته في الكتابة كمان كارت المعايدة ده كان فيه شيك وبول عمره في حياته أبدا ما بعت أي شيكات ليهم فبنته شيلي حست أن فيه حاجة غلط فقررت تعمل حركة تانية علشان تتأكد بنفسها فكلمته في التليفون وثابت رسالة بتقول فيها أنت ما بعتش الفلوس لجوزي في عيد ميلاده زي ما وعدتني هو إيه اللي حصل؟ فبعدها بكم يوم جالها كارت معايدة وفيه شيك بمبلغ 25 دولار فدخل لها تحس أن أكيد فيه حاجة حصلت لولدها واتصلت بالشرطة وطلبت منهم يروحوا البيت والدها يتطمنوا عليه فرجال الشرطة راحوا لبيته ودخلوا جوه فمحدش كان موجود في البيت وكانوا حاسين أن البيت زي ما يكون كان مقفول بقاله فترة ومحدش عايش فيه وأخذوا بالهم أن هدوم بول ما كانتش موجودة في الدولاب وكمان ما كانش فيه أي أثار بتدل على الدخول عنوة للبيت يعني ما كانش فيه باب أو شباك مقصورين لكن كمان اللي لفت نظرهم أن كان فيه بعض الأجهزة الكهربائية مش موجودة زي التلفزيون فدي كانت حاجة غريبة لأن ما كانش فيه دخول عنوة للبيت فبدأوا يخمنوا هو ليه مش موجود في البيت فأول احتمال خطر في بالهم أنه ممكن يكون فعلا مسافر وأخذوا يدومه معاه وما اتصلش يبلغ بنته لكن بنته قالت أن استحالة بابها يسافر وما يقولش لأي حد فرجال الشرطة كانوا عايزين يعرفوا أكتر عنه علشان يعرفوا يخمنوا إيه اللي حصل بالزبط فعرفوا أن بول كان مدرس على المعاش طاقعت في سن صغير وورس فلوس استصمرها في مشاريع كانت مربحة فكان غني وبيحب يسافر كتير ومؤخرا اشترى البيت اللي هو عايش فيه دلوقتي قرب البحيرة وفي مكان منعازل بعيد عن الناس بول كان شخص اجتماعي جدا وكان بيحب يتكلم مع الناس لأن بول أول ما بيتعرف على حد جديد بيقعد يتكلم معاه وبيقول كل حاجة عن نفسه فطبعا أي حد جديد هيتعرف عليه هيعرف أن هو غني ومش متجوز ولسه نقل جديد في المدينة وعايش في بيت متطرف المهم بول عنده ابن وعنده بنت اسمها شيلي وعنده حفيدين فهو سافر في أجازة كريسماس علشان يزورهم ويقعد معاهم شوية وبعد ما قعد معاهم سافر ورجع بيته في ساند بوينت ودي كانت آخر مرة يشوفوه فيها لأنه لما رجع من الأجازة دي شيلي حاولت تكلمه في التليفون أكتر من مرة وهو ما كانش بيرد على التليفون وشيلي كانت مصرة أن استحالة والدها يسافر من غير ما يقولهم وكانت متأكدة أن خط اليد في كارة المعايدة اللي استلمته منه ما كانش خط يد باباها فجابوا خبير في خطوط اليد علشان يتأكدوا إن كان ده خط يد بول ولا لأ فبعد المعاينة خبير الخطوط أكد إن ده خط إيد بول لكن في حاجة تانية اكتشفوها غير موضوع خط اليد هتخلي المحاقيين يبدأوا هم كمان يشكوا إن في حاجة حصلت لبول بول عنده عربية فورد والعربية ما كانتش موجودة في البيت فكانوا عايزين يعرفوا هي العربية بتاعته راحت فين فبلغوا عن اختفاء العربية وبعد فترة وصيرة لقوا عربية بول على بعد حوالي ساعة أو ساعة ربع من مكان بيته العربية كانت متسابة في الشارع فطبعا دي كانت حاجة مقلقة ليه العربية متسابة بالشكل ده في الشارع فبعد معاينة العربية المحاين كانوا مقتنعين إن اللي كان سايق العربية وسايبها في الشارع بالشكل ده هو مجرم محترف لإن عادة هتلاقي بصمات أصابع موجودة في العربية على مقبض الباب على الديركسيون لازم هتلاقي بصمات أصابع في أي مكان في العربية لكن العربية ما كانش فيها أي بصمات تماما فدخل لهم يشكوا إن في حاجة مش كويسة حصلت لبول ومع ذلك لغاية دلوقتي ما فيش أي أدلة بتقول إن بول حصلت له حاجة اتخطف مثلا أو اتقتل أو حاجة زي كده لكن لما بصوا على الأدلة اللي عندهم عربية متسبة في الشارع حدومه مش موجودة في البيت أجهزة كهربائية مش موجودة في البيت هو نفسه مش موجود في البيت ومش عارفين طريقه فكل الحاجات دي خلت رجال الشرطة مقتنعين إن أكيد في حاجة خطيرة حصلت لبول ولذلك قرروا إن هم يفتشوا البيت للمرة التانية لكن بعد ما راحوا وفتشوا تاني ما لقوش أي أدلة أو خيوط يعرفوا بيها هو فين وما كانش فيه أي حاجة في البيت مش طبعية يعني مثلا ما كانش فيه دم أو مثلا حاجة مكسورة في البيت فقرروا يشوفوا كاشف حساب البنك بتاعه فاكتشفوا منه حاجات خلتهم يشكوا أكتر إن في حاجة حصلت لبول فهما عارفين إن بول اختفى على طول بعد ما رجع من الأجازة اللي ظهر فيها بنته وأهله لكن اكتشفوا إن الحساب بتاعه اتسحب منه فلوس عن طريق مكينات الصرف الآلي بعد ما رجع من الأجازة بفترة ده غير كمان إن شيلي قالت إن ولدها أصلا مش بيحب يستخدم مكينات الصرف الآلي فواضح جدا إن فيه حد تاني هو اللي بيسحب الفلوس من مكينات الصرف الآلي فقدروا يحددوا مكان مكينات الصرف الآلي اللي اتسحب منها الفلوس لكن المشكلة إن ما كانش فيه كاميرات مرقبة على مكينات الصرف دول فواضح جدا إن الشخص اللي عمل كده واخد باله كويس قوي وعارف هو بيعمل إيه واختار مكينات صرف ما يكونش عليها كاميرات مرقبة شيلي بنت بول اتصلت بمكتب البريد في المدينة كانت بتسأل على الجوابات بتاعت والدها فعرفت إن الجوابات بتاعته في حد جه وأخدها فالشرطة حطت كاميرات مرقبة في مكتب البريد عشان لو الشخص ده راح المكتب تاني ياخد الجوابات يظهر في تسجيل كاميرات المرقبة وبالفعل في تسجيل كاميرات المرقبة ظهر شخص في المنطقة اللي فيها السندوق البريد بتعبول بس الشخص ده وشه ظهر من على جنب وبما إن المدينة صغيرة والناس فيها يعرفوا بعض فأي حد هيشوف الصورة ممكن يحدد مين الشخص ده ولذلك عرفوا إن اسم الشخص ده هو دار الكيول شكله مميز جداً طوله حوالي 185 سنتيمتر وجسمه رياضي وشعره كسيف وعنده 43 سنة متجوز وعنده تقريباً 7 أو 8 أولاد عنده أولاد كتير قوي المهم استدعولي الاستجواب فراح لقسم الشرطة وكان متعاون جداً معهم وقال إنه كان بيشتغل عامل عند بول يعني لو فيه أي حاجة بايزة في البيت بيصلحها وكان بياخد باله من البيت وقال إن بول سافر أجازة لكندا بس هو ما قالش لأي حد إن هو مسافر لكن المحايين ما كانوش مصدقين قصة إنه هو مسافر كندا من غير ما يقول لأي حد من أهله فسألوه طب إنت ليه بتاخد البريد بتاعه فهو قال إن بول قبل ما يسافر طلب منه إنه هو يجيب الجوابات بتاعته من مكتب البريد فالمحايين وره له صورة بول فهو بص كده على الصورة وقال إن ده مش بول اللي أنا عرفه فكلامه ده معناه حاجة واحدة بس إن فيه حد انتحل شخصية بول فطلبوا منه يوصف لهم شكل الراجل اللي انتحل شخصية بول جروبر وجابوا رسام علشان يرسموا وصفات الراجل ده والرسام رسم سكتش بناء على وصف دارل ورجال الشرطة وزعوا صورة الراجل ده في كل مكان على أمل إن حد من أهل المدينة يتعرف عليه وفي نفس الوقت تحرق أكتر عن دار الكيول فيارفوا إنه معروف في المدينة ما عندوش أي سجل إجرامي الراجل عادي جدا متجاوز وعنده أولاد بس هما لسبب ما كانوا شكين فيه لأنه عنده أولاد كتير يعني ممكن يكون محتاج فلوس كتير عشان يصرف على كل الأولاد دول بس طبعا ده مش دليل ضده مش أي حد هيكون عنده أولاد كتير هيروح يرتكب جريمة المهم رجال الشرطة كانوا بيحاولوا بكل الطرق إنهم يلاقوا الشخص اللي في السكتش لكن مع الأسف محدش من أهل المدينة اتعرف عليه فدلوقت يوصلوا لطريق مسدود بول لسه مختفي ومحدش اتعرف على الصورة ومفيش بصمات على العربية فما كانش قدامهم غير إنهم يفتشوا البيت للمرة التالتة فرحوا للبيت ولكن المرة دي كان عدد المحاقين أكتر ففتشوا البيت حتة حتة فهم بيفتشوا لفت انتباههم مشاية أو يعني حتة سجادة صغيرة كده السجادة دي كانت محطوطة على الأرض بس يعني زي ما يكون ما كانتش محطوطة في مكانها الصح بس دي ما كانتش المشكلة المشكلة إن السجادة دي كانت لزقة في الأرضية الخشب طبعا موضوع غريب جدا ليه حد هيلزق سجادة في الأرضية بالشكل ده محدش طبيعي بيعمل كده فالمحاقين قرروا شيلوا السجادة دي فشيلوا السجادة ونزعوها من المادة اللاصقة اللي كانت في الأرض فتحت السجادة دي كان فيه زي حفرة صغيرة أو صقب صغير كده زي ما يكون رصاصة ارتدت وخبطت في الأرض فقرروا يستخدم اللومينول في الحتة دي واللومينول أضاء باللون الأزرق الساطع يعني ده معناه إن كان فيه دم في الحتة دي فكده بكل التأكيد فيه جريمة حصلت في المكان وفي حد بيعرف كويس قوي يخب الأدلة عشان ما يتكشفش المهم شالوا الأرضية الخشب كلها فكان فيه بقعة دم كبيرة تحت الأرضية الخشب فعملوا تحليل دي إن إيه على الدم فالنتيجة طلعت لبول جروبر ولإن كمية الدم كانت كبيرة فالمحاقين كانوا مقتنعين إن بول اتقتل فكانوا عايزين يلاقوا المجرم ده بأقصى سرعة بس كمان عشان تكون قضية متكاملة ضروري إنهم يلاقوا جثمان بول فجابوا كلاب بوليسية مدربة ولفوا في البيت كله بالكلاب وكمان نزلوهم تحت في قبو لكن ملاقوش أي حاجة فعشان يعرفوا يحلوا القضية لازم يشوفوا التسلسل الزمني صح للأحداث فهم عارفين إنه آخر مرة أهله شافوه واتكلموا معاه كانت في إجازة كريسماس لكن بعد التاريخ ده كان فيه شيكات بنكية بإمضاء بول الشيكات دي كانت طالع لصالح شركتين مختلفتين ولما تحروا عن الشركتين دول طلع صاحبهم مين؟ طلع داريلكيول فبصوا على حسابات داريل فاكتشفوا إنه هو أوضع في حسابه أكتر من 20 ألف دولار والوقت اللي أوضع فيه الفلوس دي كان هو نفس الوقت اللي الفلوس اتسحبت من حساب بول جروبر فراحوا يتكلموا معاه تاني فداريل قال إن الراجل اللي انتحل شخصية بول هو اللي اداله الشيكات دي وقال إن هو كان بيسدد فواتير البيت من الفلوس دي وكان بياخد باله من البيت برضو من الفلوس دي بس كلامه ده يعني مش منطقي قوي مين بيخلي العامل بتاعه يدفع له فواتير البيت وبالمبالغ الكبيرة دي واللي كمان اتحطت في حسابه كلام مش منطقي أبدا فبعته الشيكات لخبير الخطوط فقال إن اللي كتب الشيكات دول هو بول جروبر فدي حاجة محيرة جدا إزاي بول هو اللي كتب الشيكات إذا كان داريل قال إنه هو أصلا ما شافش بول دير كمان إن بنته ما كانتش مقتنع بكلام الخبير وقالت إن ده مش خط باباها فواضح إن خبير الخطوط ده مش قد كده ومحتاج يتغير وده فعلا اللي حصل بعته الشيكات وكروت المعايدة لمختبر تاني علشان يقرنه خط اليد وهنا الخبير قال إن الشيكات دي مية في المية مزورة وقال إن الشخص اللي زور الشيكات عارف كويس قوي يقلد القمضة بتاعت بول بس الأرقام اللي على الشيكات ما كانتش متقلدة كويس وكمان كان فيه حرف كده ما كانش متقلد كويس وقال إن أكيد الشخص ده قعد كتير قوي يتضرب علشان يعرف يزبط القمضة كويس وده معناه إن هو عارف القمضة الحقيقية شكلها إيه وأخذ وقته يتضرب عليها فاحتمال كبير جدا إن الشخص المحتل ده هو حد من داخل البيت أو حد يعرف بول شخصيا الخبير كمان شاف خط يد دارل وكان متأكد إن هو اللي زور الشيكات وكتب كارت المعايدة يعني ده معناه إن دارل كان مألف القصة الطويلة العريضة دي عشان يباد عن نفس الشكوك فدلوقتي كارت المعايدة والشيكات يعتبر دليل على التزوير لكن ما يعتبرش دليل يثبت عليه جريمة القتل المشكلة كمان إن المحايقين ملاقوش أي حد يأكد إن بول ودارل يعرفوا بعض أو مثلا إن يكون حد شافهم الاتنين مع بعض لكن فيه دليل بالصدفة هيظهر هيحل المشكلة دي من التحريات عرفوا إن بول لما سافر يزور عيلته في أجازة كريسمس راح كمان يزور واحد صاحبه اسمه بوب فبول كان بيحب يصور فيديوهات عن الحاجات اللي بيعملها في حياته ففرج صاحبه على الفيديوهات اللي مصورها عنده في البيت بتاعه فبوب قال إن في واحدة من الفيديوهات دي بول كان بيصور حوالين البيت بتاعه فالكاميرا جات على شخص اللي مدت كم ثانية الشخص ده كان واقف في الجنينة فبول قال له إن الشخص ده بياخد باله مني ومن البيت فبوب قال للمحاين إنه هو لو شاف الشخص ده ممكن يتعرف عليه فوروا له صور أشخاص مختلفة وكان من بينهم داريل فبوب أول ما شاف الصور على طول شاور على صورة داريل وقال هو ده الشخص اللي كان واقف في جنينة بول فدلوقتي بعد شهادة بوب اتأكدوا إن داريل متورط في الجريمة بس كانوا محتاجين أدلة أكتر علشان تبقى قضية قوية ولذلك محتاجين يلاقوا جثمان بول ولكن تعدي الأيام وتعدي الشهور والمحاين مش عارفين يلاقوا الخيط اللي يوصلهم لمكان بول والحاجة الوحيدة اللي عندهم هي البيت فكانوا بيفكروا يروحوا البيت مرة كمان وأثناء ما كانوا بيتكلموا عن الموضوع واحد منه الزباط قال لهم هو أنتوا بتتكلموا عن بيت بول جروبر وقال لهم إنه عامل شغل الكهرباء في البيت ده لما كان بيت بني فالظابط ده قبل ما يشتغل في الشرطة كان بيشتغل في الانشاءات فالمحاين طلبوا منه إنه هو يروح معاهم ويعاين البيت ويشوف لو فيه حاجة لافتت نظره أو فيه حاجة مش محطوطة في مكانها الطبيعي ففي أغسطس سنة 1995 يعني بعد 21 شهر على اختفاء بول الزبط رح للبيت وأخد باله إن فيه توصيلة أو مشترك الفيشة بتاعته كانت محطوطة في الحيطة في الدور اللي فوق والسلك بتاع المشترك ده كان طويل جدا فمشوا وراء السلك لغاية ما نزلوا للقبو تحت فتحت في القبو الدنيا كانت ضلمة ورطوبة وكان في حتة على الأرض كانت طرية شوية ما زي باقي الأرضية والحتة دي كان عليها كيس بلاستيك سميك فالظابط شال الكيس فكان في تحت الكيس تراب فبدأ يشيل التراب بإيديه لغاية ما ظهرت ريحة فظيعة جدا فالظابط نده على المحايين وكملوا حفر بكل حذر فقعدوا يحفروا لغاية ما لقوا الجثة كانت ملفوفة كويس بكيس بلاستيك كبير وسميك عشان كده الكلاب البوليسية لما نزلوها مرة قبل كده ما قدروش يشموا الريحة فدلوقتي بعد سنتين من اختفاء بول أخيرا عرفوا مكانه في أغسطس سنة 1995 والطبيب الجناية يأكد أن ده هو بول جروبر وقال أن سبب الوفاء طلقت رصاص فالطبيب استخرج من جسمه أربع رصاصات وبعد فحص الرصاص عارفوا أنه هو طالع من مسدس عيار 22 وعارفوا من شكل الرصاصة أن المسدس ده فيه كاتم للصوت معمول بطريقة يدوية وفي نفس الوقت ده الشرطة جالع مكالمة تليفون من واحدة قالت أن داريل ادي لها شنطة وقال لها أنه هو بيشتغل في المخبرات الأمريكية وأنه هو محتاج مساعدتها لخدمة الوطن فطلب منها أنها تاخد الشنطة وترميها في مقلب القمامة فالست دي فعلا صدقته وعملت اللي هو طلبه منها فالمحايين لما سمعوا الحكاية كانوا عايزين يعرفوا إيه حكاية الشنطة دي بس الشنطة دي بقالها شهور طويلة مرمية في مقلب القمامة يعني استحالة أن هم يلاقوها دلوقتي لكن هم قرروا يروحوا ويجربوا حظهم يمكن يلاقوها فراحوا يدوروا في مقلب القمامة وفضلوا يدوروا لغاية ما حصلت المعجزة ولقوا فعلا الشنطة لما فتح الشنطة كان فيها ملف مكتوب عليه المخبرات الأمريكية غالما الملف ده كان عبارة عن كرس تدريبي في المخبرات وكان فيه شارط بوليس وبطاقة هوية مزورة فبعد الدليل ده راحوا لدار البيت وقبضوا عليه وأثناء ما كانوا في بيته المحاقق سألوا عن سلاح الجريمة وهو مسدس كاتم للصوت فهو رفض يتكلم فالمحاقق سأل ابن دارل فابنه سكت وما تكلمش فمامته قالت له جاوب على سؤال المحاققين فالولد قال أيوة هو عنده مسدس وحطه في شنطة في العربية بتاعته وبالفعل لقوا المسدس عيار 22 دارل كان تفكيره شيطاني حتى كمان بعد ما تقبض عليه فلما بعتوه على السجن وكان في انتظار المحاكمة بتاعته المفروض أنه هو هيترحل من السجن اللي هو فيه لسجن تاني فدارل كان عامل خطة علشان يعرف يهرب من السجن لكن زميله في السجن اعترف عليه فقال أن دارل عرض عليه فلوس علشان يقتل الشخص اللي هياخده من السجن ويرحله لسجن التاني وطبعا هو اختار زميله ده تحديدا لأنه هو كان هيطلع من السجن قبل ما يرحله دارل للسجن التاني ولكن زيميلو اعترف عليه ومحاولة هروبه فشلت المهم في 1 مايو سنة 1997 ابتدت محاكمة داريل بتهمة قتل بول جروبر في المحكمة المدعا العام قال ان بول شغل داريل عنده كعامل يصلح حاجات في البيت فداريل عارف يكسب سكة بول وبعد ما بول رجع من أديزة كريسمس داريل راح لبول البيت ومعاه مسدس عيار 22 وضرب عليه الرصاص أربع مرات رصاصة منهم فلتت وضربت في الأرض وعملت خدش أو سقب في الأرضية الخشب بعدها لبفوا في بلاستيك سميك وأخدوا تحته في القبو وحفر حفرة كبيرة ودفنوا فيها بعد كده نظف الدم من على الأرض مكان ما ضرب الرصاص وحط مادة لصقة فوق الخدش اللي حصل في الأرض بسبب ضربة الرصاص ولزق عليها المشاية أو حتة السجادة وبعد مخلص عليه أصبح معايا كروت البنوك بتاعة بول والرقم السري بتاعه ودفتر الشيكات وبطاقة الهوية بتاعته يعني كان معاه كل حاجة تخليه يعرف ينتحل شخصية بول فبدأ يكتب شيكات ويسحب فلوس من حسابه وعشان محدش يحس بغياب بول كتب كروت المعايدة لشيلي لكن هي طبعا عارفت على طول أن ده مش خط باباها وعارفت كمان أن الصوت اللي على الأنصر ماشين بتاعة ليفون باباها كان برضو مش صوته داريل ارتكب الجريمة ديه بدافع الطمع كان عايز ياخد الفلوس بتاعة بول وكان عايز ياخد حاجاته وغالبا كمان كان غيران منه المهم اتحكم عليه بتهمة القتل والسرقة والتزوير وأخذ سجن مدى الحياة المشكلة في القصة دي أن داريل كان معروف في المدينة والناس كلها كانت فاكرة أنه هو شخص كويس قوي فحتى هو لو كان سأل عليه كانوا هيقولوله برضو أنه هو شخص كويس جدا بس احتمال تكون المشكلة أن داريل عارف حاجات أكتر من اللازم عن حياة بول قولولي أنتو إيه رأيكم في القضية وأشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة